النهاردة اليوم الختام لفعاليات تجمع دول البريكس والمنعقدة في مدينة قزان بروسيا الاتحادية ينبارح كان فيه كلمة غاية في الأهمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ضمن المشاركة الأولى لمصر بقمة بريكس حقيقة كلمة رئيس السيسي كانت واضحة كانت كلمة غاية في الوضوح استعرض مواقف مصر استعرض رؤى مصر لمختلف الخضايا عبر فيها سياتو عن رؤيته للأوضاع العالمية وأكد كمان على أهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وطبعا بيعتبر أن الأمم المتحدة حجر الزاوية فيه لكن وتحت لكن دي يعني نحط خمسين خط لكن الأزمات المتتالية في السنوات الأخيرة ورّت وضّحت بيّنت قد إيه عجز هذا النظام على أهميته إلا أنه كان عاجز عن التعامل وبإنصاف مع الصراعات الأمر اللي بيزيد من حدته في الاستقطاب والانتقائية صحيح كمان الرئيس السيسي استعرض أهمية التعاون بين دول البراكس في مجالات التصويات المالية بالعملات المحلية وده شيء مهم جدا لأنه بيعزز من قدرة الدول على تنفيذ مشروعات التمارية وتنموية مشتركة وده ممكن يفتح أفاق جديدة للمصر في التعاملات الاقتصادية وبيخفف كمان من الضغط على الدولار اللي احنا عارفين مشاكله من ضمن النقاط المهمة اللي أثرها فخامة الرئيس هي ضرورة حشد الجهود لحل القضية الفلسطينية لأن حل القضية الفلسطينية هو جزء من ضمان الاستقرار في المنطقة كمان أكد فخامة الرئيس على أهمية وجود صوت للدول النامية في المحافل الدولية وضرورة تحسين الأداء الدولي للتعامل مع الأزمات الحالية بشكل عام مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح حسيسي في قمة بريكس بتعتبر خطوة غاية في القوة لتعزيز دور مصر في الساحة الدولية وكمان لفتح أفاق جديدة للتعاون مع الدول الصديقة وبناء علاقات اقتصادية وثقافية أقوى كمان من الملاحظات الإيجابية في مشاركة مصر بقمة البريكس هي الإنعكاسات والمردود المحتمل على الاقتصاد المصري خاصة في ظل وجود تفاؤل اقتصادي من انضمام مصر للتكتل اللي هيكون له فوائد كبيرة خاصة فيما يتعلق بالاتثمار كمان كان فيه كلام عن العملة المشاركة بين أعضاء البريكس هيكون لها تأثير كبير على خفض الواردات والتقليل الضغط على الدولار ده أمر مطلوب جدا في الوقت الحالي لأن احنا فعلا فيه أزمات كبيرة اقتصادية بيمر بيها العالم كله أعتقد أن الفترة اللي جاي هيكون فيه هنجني اثمار هذا التجمع وهيكون فيه مرضود اقتصادي قوي وجاد بالاتثمارات لمصر بشكل كبير مرة تانية بنصبح على حضرتكم وصبح الخير يا مصر